نفت قيادات جنوبية علاقتها بما يسمى المجلس الانتقال الجنوبي المعلن من قبل محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وقال وزير الاتصالات المهندس لطفي بشريف أنه لا علاقة له بالمجلس وأكد وقوفه مع الحكومة الشرعية والمرجعيات الوطنية كما نفى رئيس المجلس المحل العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة عبدالله العفرار أن يكون ضمن المجلس مجددا دعمه للرئيس عبدالله منصور هادي من نجاته قال عوض الوزير العولقي أحد أكبر مشايخ محافظة شبوة أن أبناء شبوة يقفون مع الشرعية الدستورية وأن قضى إلها لن تقبل بالخروج عن شرعية الدولة تحت مسميات مجالسة انقلابية بدوره قال وكيله أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش إن الموقف المنسوب لحضر موت إذا المجلس لا يمثل أبناء المحافظة لأنهم مع الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي